مراكش المغربية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب شكركم على هذه الاستضافة واليوم تم افتتاح أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورى متوسطية والخليج العربي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وكانت لنا مشاركة كوفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد من سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وأيضا اليوم ألقى معادي رئيس مجلس النواب كلمة مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية ولي من خلالها أكد أن مملكة البحرين وبقيادة حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله تمضي قدما في رسم وتنفيذ الخطاط والمبادرات التنموية واليوم أيضا شاركنا في جلسات متنوعة في المنتدى فكان لنا حضور في جلسة حوارية حول موضوع ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحدي الذكاء الاصطناعي وكانت لنا مداخلة في هذا الموضوع وأيضا من بدل الجلسات اللي حضرناها كانت جلسة بعنوان تمويل فكرة مشروعة وأحب أضيف أن تأتي مشاركتنا في هذا المنتدى في إطار حرص الشعب البرلمانية على تعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية نعم من مدينة مراكش المغربية سعادة سيدة لنا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك